السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي في سنة الأولى متوسط ولا حتى أولياء تلاميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ يسمين ويلا أبنائي وبناتي تعودنا دايما قبل كل فرض أو اختبار في جميع المواد نديروا ملخصات ومراجعة عامة للدروس اللي راح نشوفها في تلك المدى إذن إن شاء الله اليوم راح نشوفوا ملخص دروس الرياضيات للفصل الأول وطبعا نحلوا عليها فرض أبنائي رانا درنا الفرض مع بعض ونحطوه لكم إن شاء الله في رابط الوصف باش تكونوا مستعدين مئة بالمئة إذن رياضية هذا العام سهلة جدا والتلاميذ تعال أولى متوسط يعني قولوا 99% يدوا علامات ممتازة إذن لما لا نكونوا كامل منهم إن شاء الله نبدأوا بسم الله الدرس الأول أبنائي اللي هو الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية يلا نفهمه قبل وشنه هو العدد الطبيعي وشنه هو العدد العشري سهلة جدا أو يقولوا شوفوا العدد الطبيعي هو كل عدد بدون فاصلة السهل من نماكش معنا أي عدد تصيبه بلا فاصلة فهو طبيعي كي نقولكم 3، 2001، 2104 وهكذا ما يهمنيش أي عدد ما فيش الفاصلة فهو عدد طبيعي العكس تماما العدد العشري هو كل عدد بالفاصلة معنا أي عدد نصيبه بالفاصلة معنا فيه فاصلة فهو عدد عشري 1.8، 0.5، 503.08 وهكذا كامل اللي فيهم قول فاصلة فهو عدد عشري خلاص زكاكا نولون فرق ما بين عدد طبيعي وعدد عشري هذه بسم الله يلا أبنائي دوما نشوفوا اللي يجي قبل الفاصلة هذا اللي على يساركم قبل الفاصلة أسميه جزءا صحيح أما اللي بعد الفاصلة فهو جزء عشري هذي يكون بعد إن شاء الله نرحوا لها نلقوها في بقية الدروسة يعني خلوها فقط في الذهن التالي لو يعطيني واحد المثال قال لي يلا إليك العدد 45671 قبل بسم الله هذا عدد طبيعي ولا عدد عشري هذا عدد طبيعي لأنه بدون فاصلة هذا صحيح كي نقول لكم شوفوا أبنائي لازم فرق ما بين رقم وعدد يقدروا يعطوها لكم كسؤال يقول لي ما هو رقم عشراته شوفوا كي يقول لي رقم عشراته ندو غير رقم واحد نمير واحد تدو إذن يلا هاي الأحد هاي العشرة ما تنقل رقم عشراته هو سبعة مثلا قال لي وشن هو رقم أحده نقل واحد رقم مئاته نقل ستة وهكذا المفهم إذن إذا قال لي عدد أعرفوا عدد ما هو الفرق ما بين رقم وعدد رقم مع انتها حاجة وحدة برك والعدد مع انتها مكون من رقمين فأكثر مع انتها نلقى رقمها رقمين تلت أرقام أربع أرقام وهكذا هذا هو الفرق إذا قال لي عدد روحوا حكموا من هذاك العدد لي دمونده حتى إلى آخر عدد على يساركم إذن عدد العشرة ما نكتب سبعة ستة خمسة ربعة نكتبها كامل مفهم وحذري منديش إلى اليمين وإنما ندي إلى اليسار مفهم إذن يلا إذا قال لي رقم العشرة ندي غير لعه هذاك الرقم إذا قال لي عدد العشرة ندي منه حتى إلى آخر عدد ولأخير رقمين على اليسار سهلة جدا وقس على ذلك الآلاف الآحد المئات وهكذا يلا نمر للدرس اللي بعده وهو الكسور العشرية كلمة كسور أعرفوا باللي رأي عندي خط كسر وعندي الفوق نسميه رقم ولا عدد نسميه البص والتحت نسميه المقام هذا وشو معتها كسر إذن يلا قال لي الكسور العشرية هي كل عدد على عشرة مئة ألف وغير ذلك معتها أي عدد الفوق نرمال بصح التحت في المقام لازم نلقى عشرة مئة ألف ما تلقى هذو اللي في هون أصفر ما نقضش مثلا نلقى ثلاثة وحدة على ثلاثة هذا لا أسميه كسر عشري وإنما لازم نلقى مثلا واحد على مئة وثلاثة على عشرة وهكذا لازم تحت نلقى عشرة مئة ألف وهكذا مفهوم إذن هذا الكسر العشري أو يعطيني مثلا خمسة على عشرة سبعمية وحدة على مئة وهكذا مفهوم إذن إذا هادو هما اللي نسميهم كسر عشري يلا ويقولي كل كسر عشري يمكن كتابته بعدة طرق إذن يلا نشوفه عندي مثلا ميتين وستة وثلاثين على مئة إذن يلا أبنائي ميتين وستة وثلاثين على مئة نقدر نكتبها اثنان وحدها وستة وثلاثين هذه على مئة لماذا لأنه أبنائي وكندر ويخي قلنا هذا كسر عشري حبيت نكتبه عدد عشري وشن نعلمكم دايما أحكموا هذك العدد كيما راه الفوق ونكتبوه عادي زوج ثلاثة ستة يلا نشوفو وش حل تحت عنده من صفر عنده زوج إذن شوفو واحد زوج إذن هاي الفاصلة التاعي برتبة هذا هو نفسه هذا برك هذا عدد عشري وهذا كسر عشري نفهم نزم من فرق وميرتهم كيف اش حتكتبتو أنا هكا ماشي من اختراعي شوفو الجزء الصحيح اللي وقعت لكم قبل الفاصلة دا ومن نكتبوه وحده أما الجزء العشري نكتبوه على هذا الكسر التحت 8 على 100 نفس الشي هاي نشوفو ناخدو نفس المثال 236 على 100 اللي قلنا هي نفسها 2.36 أبنائي نقدروا نكتبوها على الشكل 2 وحدها لأنه 2 عدد ولا جزء صحيح 2 وحدها 3 اللي جات مورها تماما نكتبوها على 10 واللي جات مور مورها نكتبوها على 100 شوفو 3 على 10 و 6 على 100 إذن شوفو نكتبوها يكتب مرة هكا و مرة هكا فالتمرين هو اللي يقول لي أسكو يعطيني مثال ويقول لي كما دلنا في الفرد يقول لي يتكتب هكا يتكتب هكا يعني يعطيني هو المثال إذن يلا نمر للدرس اللي بعده اللي هو العدد العشرية والكتابة العشرية إذن يلا نشوفو لازم كل حاجة نفرق بيناتها إذن نقرأ وننص ويقولنا ونفهمو خطوة بخطوة هي عدد عشري معتها أي كسر يمكن كتابته من هذا لهذا إذن فهو عشري مثال أو يقول لي اتنان زائد ثلاثة على عشرة زائد خمسة على مئة هو عدد عشري ومن أجل كتابته كتابة مختصرة نستعمل كتابة العشرية اللي هي بالفاصلة تنين فاصل خمسة وثلاثون مفهوم إذن أبنائي تكرار فقط لازم نفرقو ما بين فقط الكتابة العشرية والعدد العشري هذا ما كان يلا نشوفو كذلك الجد والشاهير تحن كثيرا في الفرض والاختبارات أبنائي لازم نفهموه ما هو الجزء العشري وما هو الجزء الصحيح يلا نشوفو عندي قليلا دينا الرقم ولا لدينا عفوا العدد ليهو سبعالاف وستمئة واربعة وخمسين فاصل ثلاثمئة وواحد وعشرون يلا قد لكم دوما اللي يكون قبل الفاصلة على اليسار فهو جزء صحيح أما اللي بعد الفاصلة مات عن اليمين فهو جزء عشرية كي نحب أن نحط الجزء الصحيح وجزء العشري في جدول كيف أستحمل إذن أبنائي الربعة هو الأحد ما فهم الخمسة هي العشرات الستة هي المئات والسبعة هي الآلاف ما عنديش العشرات الآلاف مئات الآلاف ما عنديش الملايين إذن نحب سهلا أما الجزء العشري كيفاش يتكتب أبنائي العشر هي الدرجة اللولة اللي قبل الفاصلة معتها هذا معتها هي اللي تجي 0.1 معتها اللي مر الفاصلة برتبة وحيدة اللي تجي برتبتان مر الفاصلة نسميه جزء من مئة نفهم إذن كما تنين هنا أي جزء من مئة أما الجزء من الألف اللي يجي بثلت رتبات مر الفاصلة يلا نحسبه 1 2 3 إذن هذا نسميه جزء من ألف سهل جدا إذا أعطني جدول نقدر كيفاش نحط أي رقم يعطيه لي ولا أي عدد في هذا الجدول يلا نروحوا إلى التفكيك السهل منه ما كاش أبنائيك يقول لي فكك العدد التعنا إذن شوفوا هذا مدامه في الألف معتها رح نضربه في ألف هذا في المئات معتها رح نضربه في مئة الخمسة رو في العشرة رح نضربه في عشرة الربعة رو في الأحد معتها نضربه في واحد مفهم سهلة جدا أبنائي اللي مراهم اللي مر الفاصلة هي اللي لنا نضربها في 0.1 اللي تكون برتبة واحدة ولا نضربها في 0.01 اللي برتبتان واللي مراها بتلت رتبات اللي الواحد نضربها في 0.001 مفهم قلوا أستاذة أقولوك أن نكتبوها كذا شوفوا نكتبو 0.001 ولا واحد على ألف نفس الشي هنا نكتب 0.01 ولا واحد على مئة نفس الشي نفس الشي اللي هنا مفهم إذن هذه هي كيفاش نفكو أي عدد يعطوه لي بالفاصلة مفهم معتها أي عدد عشي كيفاش نفكوه بهذا الشكل يلا نروح للدرس اللي بعده وهو التعليم على نصف مستقيم مدرج سهل جدا إذن نصف مستقيم مدرج معتها نصف مستقيم ما هو ش مستقيم كبير يبدأ من الصفر ويروح واحد ثلاثة أربعة خمسة إلى غير ذلك شوفوا التدريجة من الصفر إلى الواحد عندي عشرة من الواحد للتنين عندي عشرة وهكذا مفهم إذن نستخدم السنتيمتر بيكون يعني بيش النقاط التعي تكون واضحة وصحيحة هذا الصفر واش نعيطوله نسموه هو المبدأ يعني هو الذي ابتدأت به والبداية إذن كل نقطة من هذا النصف المستقيم مدرج تعين بعدد أو برقم تسمى فاصلة نعطيكم مثل هذه نقولكم أو قولوا لأستاذ الفاصلة تح صفر مفهم ناخدوا مثل نقولكم مثلا أ يلا نحسبوا رأيجة الزوج فاصل واحد فاصل ثنين فاصل ثلاثة فاصل ربعة إذن الآن الفاصلة تح واشنو تنين فاصل ربعة مثلا نحط لكم مثلا اللي هنا دي إذن يلا نحسبوا دي عندي واحد فاصل واحد فاصل ثلاثة فاصل ربعة فاصل خمسة فاصل ستة إذن دي الفاصلة تح واحد فاصل ستة وهكذا نقصوا على أي نقطة يطهن نمر للدرس اللي بعد ولي صعبوه شوية تلاميذ لكن هو سهل ناخد فقط قاعدة نحفظها الضرب أو القسمة في الأعداد هذه عشرة مئة ألف عشرة آلاف مئة ألف وهكذا إذن يلا بسيطة جدا مرة تحنحوا على اليمين ومرة تحنحوا على اليسار أو يقول عند ضرب عدد عشري في عشرة مئة ألف قلنا مليون نقسمه العكس نزح إلى اليسار ناخد مثال عندي 3.563 ضربتها في مئة إذن أبناء يعرفوا بلي الفاصلة تمتم رحوا ديروا إذا ضربتوا ديروا تمتم السهم التاعكم إلى اليمين باش هكذا ما تخلط الكمش إذا قسمتوا تمتم ديروا السهم التاعكم إلى اليسار باش ما تخلط الكمش إذن يلا المئة شحر فيها منصف فيها صفران إذن سأزيح الفاصلة بزوج خطرات واحد زوج ونحط الفاصلة اللي هنا طبعا الفاصلة اللي هنا نمحوها إذن ستصبح 356.3 نفس الشي يلا نشوف اللي هنا 7.18 ضربتها في عشرة تمتم منعرب اللي مدام ضربت رايح إلى اليمين شحل شحل عندها من صفر واحد إذن سأزيحه برتبة واحدة فقط سيصبح 71.8 نروح إلى القسمة قلنا العكس وزيحه بعدد الأصفر إلى اليسر إذن شوفوا قسمت 5432.7 على قسمتها على 1000 إذن الالف فيها واحد زوج ثلاثة نروح ثلاث خطرات كانت الفاصلة اللي هنا واحد زوج ثلاثة أب نحط ما بين 5 وربعة أحط للي 5.4 4300 وسبعة وعشرين نفس الشي الزوج إذن نحن اليسر زوج واحد زوج ونحط الفاصلة وهذه الفراغات سنملأهم بالأصفار ستصبح 0.031 تلاحظوا باللي في 80 تعلق الإختبارات سواء نحي عطينا هذه نعمرها ولا أحيانا نعمر هذه نفهم سهلة وبسيطة نكون نعرف فقط وقت نروح اليمين وقت نروح إلى اليسر كان واحد الملاحظة صغيرة في الرياضية ويقول الأصفار تكون بعد الفاصلة غير ضرورية مثلا نعطيكم مثال نقول 5.13 ولا نقول 5.1300 نفس الشي إذن الأصفار نقدر ننحيها مر الفاصلة حذاري ما ننحيش هذه نقول مثلا مثال هذه لا تسوي مثلا هذه ابنائي أني نحكي على الصفر مشي كيكون لهنا ليس وراء هو رقم ولا عدد لازم الصفر كيكون في نهاية الرقم ولا نهاية العدد نقدر نحذفه مفهوم يلا نروح إلى درس بعده يقول مقارنة عددين عشين كيقول كلمة المقارنة ويقول لمقارنة بين عددين نستعمل رموز أكبر أو أصغر أو يساوي دايما تفكروا هذا الرمز أكبر ويصغر هذا وين الفم متاعه كبير نحط العدد الكبير وهذا وين عنده غير نقطة صغيرة نحط العدد صغير يلا أو يقول نبدأ أولا بمقارنة الجزء الصحيح ثم ننتقل إلى الجزء العشري ويقول هنا عندك 19.5 و19.35 أبناء يشوفوا كيف نبدأ ونقارن مقارن 19 مع 19 كيف كيف خلاص ونبعد نقارن حب هذا عنده ثلاثة وهذا عنده الخمسة تم تمت وحش تكمله شكون تغلب الخمسة أو ثلاثة قول خمسة أكبر من ثلاثة إذن احنا أعطي له الإشارة الأكبر قول هنا 35 وهنا 5 نعم أبنائي هنا 35 وهنا 50 نقدر الصفر نكتبه إذن دايما قارن بالرقم وحدة بوحدة ناخد مثال وحدة 20.13 و20.0 13 عندي 20 20 خلاص كيف هنا عنده واحد وهنا عنده صفر شكون يغلب الواحد ولا صفر قول الأستاذ الواحد يغلب إذن هذا هو اللي نعطي له الأكبر هذه بالنسبة إلى المقارنة نروح إلى قولنا جدول كذلك شهير بالنسبة الأولى وتانية متوسط دايما يتعاود لهو القيمة المقربة والحصر إذن 29.765 كيقول يعطيني القيمة المقربة للوحدة أعرفوا أبنائي للوحدة مع أنت ندو الجزء الصحيح يلا كيقول لكم بالنقص بل تروح تنقص له وتكتب 128 حدري بالنقص نحط كما راح بالزيادة نزيد الواحد هذا ما كان يلا جزء من عشرة ناخد رقم واحد مور الفاصلة بالنقص نحط كما راح بالزيادة نزيد الواحد يولي 129.8 نفس الشي جزء من 100 سناخد رقم بعد الفاصلة بالنقص نكتب كما راح بالزيادة نزيد الواحد يولي 76 يولي 77 هذه أبنائي القيمة المقربة بالنسبة للحصر يقول يحصره إلى الوحدة بين الحصر الوحدة حكم هذا حتحصره ما بين هذا الزوج ما بين 129 و 132 الحصر يكون بالفاصلة مثلا جزء من 10 إذن نحن نحصره ما بين هذا الزوج مفهم إذن عليكم وعلى يعني إذا جبت هذا صحح الحصر سيكون حتما صحيح إذن أبنائي هذا كان بالنسبة لملخص دروس الرياضية للفصل الأول للأول المتوسط اللي راح إن شاء الله نشوف ها في الفرض التاعي للفصل